صباح الخير ونهاركم سعيد من ال LBCI بنا نرحب بسعادة نائب ساج دورس الكسياني اللي هو معنا اليوم بهذه الحلقة وقبل ما ببلش أنوياك بنا نشوف شوية حركة الساير على بعض الطرقات خلينا نبلش بأوتوسترات جونية مثل العادة عم نشوف أنو حركة الساير باتجاه بيروت فيه ضغط ساير باتجاه شمال الحركة الطبيعية منطقة الدورة ضغط ساير باتجاه منطقة الكارنتينة وباتجاه جسر الدورة وباتجاه نهار الموت الحركة الطبيعية بولفار شارل حلو عم نشوف فيه ضغط ساير كتير قوي باتجاه الصيفيا ووسط بيروت أما باتجاه المرفق في الحركة الطبعية وباتجاه تمثال المغترب كمان الحركة طبعية ساعة ساسين بالأشرفية توقف عند التقاطع الرئيسي بساعة ساسين شارع الحمراء كمان توقف عند التقاطعات مع شوية ضغط سار كونيش المزرعة ضغط سار مع توقف عند التقاطعات والإشارات منطقة سليم سلام وطريق المدينة الرياضية المطار عم نشوف ضغط سير باتجاه سليم اسلام وحركة طبيعية باتجاه المطار والجنوب وأخيرا عم نشوف ساحة النجمة بمدينة صيدة الحركة فيها طبيعية أيضا السيد سرج بداية يعني في كتير اليوم أحاديث لها علاقة بإمكان عقد جلسة لمجلس المزارة بمسألة النفايات بإمكان عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب كان فيه جلسة للحوار كمان يعني ما حققت أي نتائج تذكر حتى كل هذه الأمور التي يحكي عنها تبقى معلقة بانتظار قرار ما أو بانتظار طوافق ما إلى أين تتجه الأمور أول شيء يعني بنا نتبه على شغلة مهمة أنه كل الطاولات المنعقدة من طاولة الحوار لهيئة المكتب كلها موضوع النفايات يعني أصبحنا أصبح موضوع رئاسي وكفئات الرئيس ومميزات الرئيس ومواصفات الرئيس مواصفات الرئيس أصبحت أصبحت يعني بأعتقد تخطيها الزمن فيه عندنا موضوع مهم بدنا نعالجه وللأسف الشديد كل العالم عم تتهرب من هالم موضوع وكل العالم عم تتأذف هيدا الموضوع ومسألة النفايات يعني عم نجي نحن نحكي عن أقوانين وتشريع والعالم بدأت يعني ما بدي أكرر نفسي لأنه تابعوني العالم بموضوع هالموقف بالذات وحتى أنت قد أنه نحن يعني عم بطل عم غرض لوحدة بس للأسف الشديد أنا بدي النواب البقية كمان ينضموا لإليه هلأ في بعض الأشخاص يعني بيتلفلوا بيتضامنوا معك بس نحن هذا التضامن ما بيفيد بها الأجواء هذه وهي المعركة مش معركة بس شو بدهم يعملوا معك النواب لا لا مش هيد في يعني يا في مجلس نواب بيقدر يعمل وسيلة ضغط على المكررين بالبلد والمسئولية موجودة ومعروفة وين موين عم تنطلق أنا بهائة المكتب أوكي كل واحد حسب حجبه بالنهاية أنا ماني رئيس كتلي في رؤسة كتل موجودين حتى بهائة المكتب حكيته بالنفايات والرئيس بري يمتعط من القصة وقال له هذا موضوع حكومي ما هو حق بس بالنهاية رايحين لا تشوفوا جدوى الأعمال لا لا طيب يا بس قل لي شو يعني شو قيمت جدوى الأعمال بيقوانينه بس البلد رايحة على الكوليرا رايحة على التفوييد رايحة على تلوص المياه رايحة على تلوص الخضار تلوص الهوى شو بعمل أنا منقعد متفرج نحنا ما بنعمل شي في حدا بدو يتحمل هالموضوع وحنا بدو يحل هالموضوع وبأسرع وقت وحتى أنا اتجوز شوي اتخطيت بالك صلاحياتي ومطاليبي وطلبت جلسة نيابية بهالموضوع شو كان رد الرئيس بري أكيد يعني رفضها وقال هذا مش موضوع نيابي لكن بالنهاية بدنا أولا بدنا نرجع عنا تناولنا موضوع النفايات لأنه هيدا الأولوية حاليا كل موضوع حاليا نحكي بالقانون كل حياتنا نحن وياك نحكي بالقوانين بس بالنهاية فيه شي حياتي متعلق بالإنسان بالمواطن اللبناني أنا بقعد بتفرج ما بعمل شي وبعدها شو القصة يعني أو بزدت القصة وبعمل سيناريوات بموضوع وقبل ما أنسى يعني بصر وبدي حي أكرم شي لأنه شخص قتل حاله لا يتوصل لنتيجة بحل النفايات ورجو عملو له يعني بعتقد فاتوا بموضوع نوعا ما بموضوع اللعيب معينة بموضوع أنا بكوستا برافا بشوف أنه موضوع فعلا في علامات الاستفاهم طب أول ما قوصل لموضوع الكوستا برافا بس خليني بالأول هالطرح اللي عم تطرحوا أنه مسألة تشكيل ضغط نيابي بموضوع النفايات بس ما كل يعني الذين معنيين بهذا الموضوع موجودين على طاولة مجلس الوزراء موجودين على طاولة الحوار شو بيعمل هذا الضغط نيابي شو هالمنطق هيدا شو هالمنطق هيدا بموضوع الإجماع وأكتر من هيك في كتل نيابية عنده وزنة بعتقد أكتر من كتلتنا صغيرة بالأشرفية بعتقد واليوم نحن بنطلع بجو أنا ما بدي أتهم بدنا نتكاتف تنوصل هولا مش وقت خلص يعني موضوع بياناتنا موضوع هالتراشق جوازنان خلاص في عندي موضوع نفايات أنا عم بوضع الضوء عم صلت الضوء لأنه فعلا موضوع كارثة في ناس عم بيخدوه على صعيد المزح وعملينه مثل ملف سياسي لمنه ملف سياسي هدا بس ما عم نقول خلفيته سياسية بس سام خلفيته سياسية بس مضمونه القضاء على العالم طب عظيم بس كل هالأطراف موجودين على طاولة مجلس الوزراء وعلى طاولة الحوار شو حكوا بطاولة الحوار حكوا عن النفايات بس ليش ما عم بيتم التوصل ليش ما عم بيتم التوصل إلي حال الحال بسيط فيه خلفية ورا موضوع النفايات شو هي خلفية مالية سياسية خلفية أنه وضع اليد على البلد بموضوع النفايات بس المشكلة وين خيكلنا يعني قابلين أنه نوضع اليد على البلد وانتهت القصة لكن المشكلة أنا ليش بدأتو العالم ترجع ووضع يعني تكون يكون البلد رهينة بيد عالم أو بيد سياسة محينة أو بيد النفايات موضوع أنا بس ركز على موضوع النفايات لأنه شيء فعلا لازم نعطيه أولوية وهذا منه حمل شخص لوحده أو فريق سياسي لوحده برجع بكرر بلشوا بطيال مستقبل أمنوا موضوع سرار رحنا وكمان عملنا هلنقاش بيه هيئة المكتب تتعرف يعني بس إنه موضوع سرار خلاص صار محسوم مأمن يعني مأمن بس من المقابل إذا ما لقيت مطمر تاني ما بطل مأمن يعني بعدين عملوا هل هل ديتور إذا بدك على موضوع الكوستا برافا تعرف شو الموضوع أنا يعني نحكي هلأ كلنا صرنا خبراء بقين نحن وياك لاش في اشتباه بموضوع الكوستا برافا لأنه هلأ حاليا مكب شو معني أنا عم بيجي حاوله على شيء منيح طب المكب أحسن أو هيك الوضع طب هايدي القصة استرساج هاي القصة سائدة وينما كان على رأسي يعني بسرار ما بدنا مطمر بس بنكمل بالمكب بيكوستا برافا ما بدنا مطمر بس بنكمل بالمكب بسام اتحولت المناطق كلها لمكبات بس ما بدنا مطامر بسام طب شو كيف بسام أكتر من هيك روح على الطريق السريع بالمثن السريع كارسة كلها مكبات كلها مكبات وكذر وين طب كلها مكبات يعني طلعنا يعني شغلة أنا متأسف نعم كلنا منحبها البلد مش أنا لوحدة بعرف الكل بيحبوا البلد بس بالنهاية حدنا بديو يضرب ضربة بديو يعامل شي بديو ياخد موقع طيب ما في حزم عند الحكومة ما في حزم الحكومة مسؤولة وبدأت تاخد القرار غصما عنها في شو بتطلع منهدد الحكومة وبعدين ما بقى حدنا يطلع لنا هيدا قدمة وهيدا مش قدمة في مسئولية على الوزراء ما بيهمني بس كيف بك تقنع الرأي العام انه هيدا المطمر يا خيه منيح وهيدا المطمر ما بيدر يعني بدك تجي تقلو يا خيه في عندك ستين مكبح وليك رح نعمل لك مطمر بمحل وحل المشكلة مثلا اذا اخدنا ما قلتلك اليوم ما بديك تهم حدا لانه مش ما بتحرز بقى في عندي شي بدي حلو انا يا عمي انا بكسروان وبالمتن اذا ما عملنا اذا ما خلصنا المنطقة شو شو بيصير فينا هونيكي بس انا هيك يعني سؤال وانا حكيت مع زملائنا بالطيال وطن الحر ما هني هونيك اكتريت نوة بالمنطقة والشيخ سامي كمان حكيت معه طيب شو وين وين يعني ما في رؤية شيخ سامي عم يناضل هونيكي الشباب ما في ما في اي موقف شو نطرين انو نطر الحكومة حكومة مشلولة بدك مطمر بالمثن يعني انا مش قصة بدي مطمر او ما بدي بلك انا فيني طالب هني خايفين يطالبه بس انا هلأ حاليا شو بعمل بنتظر انا تلاقي الترحيل والترحيل كذبة ما رح تمشي موضوع ترحيل ما رح يمشي بارح نائب ميشيل فرعون وزير ميشيل فرعون حكي بالترحيل مظبوط وانا معه وانا بتضمي معه بنفس الموقف بس المشكلة هو عارف مش قصة كذبة يعني هاي دي هو طلع اخذ نفس طاولة الحوار طيب بالنهية ميشيل فرعون لو وحده لازم يطالب وين ان الوزراء البقيين ما في عمل جدي وزاري لو واحد لو وحده اوكي عم يطلع يقول وكلنا عم يقول وهو انت عرفت شو الطرح يعني شي بيبكت طرح ما بعرف اذا حدا اي مواطن بيأتناع بدي ياخدوا باخرة بيستأجروها بيحطوها بالبحر شو هاي دي شو هاي دي شو هاي ماس حقي ما معهب بعدين تاني تحطوا الزبالي بالبحر ايه هاي باخرة بيستأجروا باخرة وبيولعوها بالبحر ما بعرف اذا بيولعوا لا بيحرقوا الزبالي بالبحر انا ما بتساعي هي لوحده اصلا يوصل محل بسير خلاص بس الاهضم من هيك بموضوع انه بدوا يرحلون على المانيا لما المانيا انا بعرف فيه بتبعت سيارات اشياء وصنع اشياء حلوة بدأت تاخد زبالتنا تتعمل شو فيهم هلأ بوقت بوقت ميلانو صار فيه نفس المشكلة اللي بعثوهم من هونيك جايبوا الفكرة نبين ميلانو صار عندهم نفسها بس نازل ميلانو ولا بنابولي نابولي سوري بنابولي ورحلون على المانيا لكن ما بدنا نقول شو صار بعدين بنابولي يعني فيه كوارث من هك نحن عم نسبق الكرسي وهلأ صارنا اربع تشهر عم نحكي شو عم نعمل ما في شي ليش الحكومة يجب ان تاخد موقف سيء او جيد تيعرفوا العالم شو بدوا يعملوا تتعرف البلديات شو بدأت تعامل طب انا هلأ البلدية اللي هلأ بعدنا ضايعين نعطيهم اموالهم او ما بنعطيهم نعمل مطامر او لا اتحاد البلدية هو بيسلم المناطق او لا او كل بلدية هي بتسلم او لا وين بدأ قرار حدا بده يدرب يعني بده ياخد موقف ايسي تيساعد العالم تركينهم هك نحن طب الوزير العظيم وزير البيئة لو استبق الامور شوي قبل بسنة شو واحده المسؤول وزير البيئة لا في حكومة موجودة لا لا في حكومة بس ما حدا مسؤول بالبلد مثل وزير الطاقة انه خي هيدا يعني زنم ايدم هيدا عم يعني عم بيكمل مشروع جبران باسيل زنم ايدم ما في مسؤولية زنم ايدم عم بيكمل مشروع باسيل مش عبدالفي طب في مسؤولية اكيد في مسؤولية تخي انا برجع تبقى تبقى كل الناس عارفين انه هذا المطمر بخلد بالنعمة رح بيسكر عارفين انه 17 تموز رح بيسكر شو عملنا شو عملت الحكومة حكومة كله الحكومة كله شو عملت انا جوا مبعرف كل واحد شو عامل بس فيه حكومة فيه شخص المسؤول وبالنهاية انتبه أنا لنكون صريحين مع العالم أنا مش جاي تزايد على حدا بلشتلك بالحلقة وبالنهاية أنا جزء من هالنظام السياسي بكل صراحة لأنه ضمن الحراك أنا شخص ضمن جيت عملت ضمن هالمنظومة السياسية وأنا موجود فيها وأنا مسؤول كمان لكن بالنهاية هم نطلع نقول يا عمي ما بيجوز شخص واحد مش عم بفهم أنا محن كله متخبه وكله شوف النواب يعني بحيزوا ملاقي وين إني ما في حدا شو نفايات منا موجودة وما عم بفهم حدا بيوتهم ما الواضح أنه مثلا نواب بيروت نواب المتن نواب كسروان نواب عبدال نواب الشوف نواب علي طب أنه ليش ما بتتحركوا كلهم سوا مع بعضكم لحتى تشوفوا كيبا تلاقيوا حل لهذه القصة لأنه بالآخر أنه طب هذه العملية أو هذه خطة خطة الوزير أكبر مش هيب بحاجة لما تامر ما في مجال إلا ما يكون فيه مطمر يعني شو يعني يا المطمر بيكون بكعر البحر مثل ما عم بيحكوا فكرة ما بعرف شو هي بس عم بيقلك حتى أبسط الأمور خيطلعي كحكومة أقولي يا مواطنين بل شو الفرز من البيوت هل هالقرار فيه أبسط منه هالقرار على القليل تكمية النفية تصغر على القليلة طب وين القرار أنا بيخدو بروح محل تمام سلام وبيكفي نطلع به هالشعرات زنمي قدمي وزنمي محب وزنمي ما بتفيد بقى حكومة وافأة على خطة الوزير شهيب طب معقول ما حدا عم يقدر أنه طب ليش ما عم ينفزه نفزه ماشي هلأ اللي صار هون كمان رجعنا حوالناها سياسة عوامنا بيت إرسلان هادي هي تبين أنه إرسلان زعيم كبير هادي بيمونع هالمنطق ما بنعرفها من قبل أنه هو من هونيك وبيته هونيك شو هالقصة شو هالبرمي كلها لشو كلها لشو تضيع الوقت لمصلحة مين يمكن للناس يا أستاذ سارج ما باع عنده ثقة أنا كنائم ما باع عندي ثقة يمكن ما باع عندهم ثقة يمكن أن يكون مطمر على سنة يمكن إلا كيروه عشر سنين المطمر هونيك النعمة قعدوا جميعا 17 سنة طلعت صارختهم احترق دينهم للجميع هوني ما بتحمل أنا شو بعمل أكتر من هيك موضوع ممنوع المكاب مثل ما هو هونيك هل عم نحكي بصورة عامة حد المطار أنه مسحة هي هيدا كمان ما في مسؤولين مين الجهات أي بلدة أي مدينة عم بتكب هونيك معروفة شو الملاصق لهم هو بعتقد نفس المكان يلي رميت فيه يعني الردم يلي طلع منه الضاحية الجنوبية بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان بالألفين وستة وهلأ زباية الضاحية عم بتروح لهونيك وجزء من بيروت بس ما شو عم نعمل شو عم نعمل بوك المطار بيسكر مع الوقت ما طلعت الصرخة مدة مذكرين كلنا سوي بعدين شو عم نعمل طب مين مسؤول أوك ما حدا مسؤول وكلهم أحسب منا بقى نرجع على هالطريقة بس شو بعمل بقعد نقعد ننطر يعني هذه النطرة يا بدي عم بقلك بدي أنا قرار أبسط قرار تأخذ الحكومة تستطيع الحكومة اتخاذ هكذا قرار خير تأخذ قرار يطلع اليوم تمام سنة لا لا تمام سنة يطلع تمام سنة أول شيء أبسط شيء عم بقلك طلعوا يا مواطنين بلشوا فرزوا بالبيت هايدي أول خطوة في هايدي فيها هايدي كمان بدا الشرطة هايدي تأجوا على بيوت العالم تأقلونهم بالقوة فرزوا سيدنا مش قرار حكومة ما في حدا عم لك أنا أبسط شيء خدوا قرار بس رايحوا للعالم بس سام كل شيء في خطط بالبلد عنا ما في خطط مؤمنين طيب بعدم وجود خطة طيب ما بعمل شيء صار لي أربعة تشهر هلأ شو عم بعمل وهلأ مكملين بعد وما فيه ما فيه أي ما فيه أي بادرة شو بنعمل بدنا نبلش من محل ما فينا نكمل هيك ما فينا نكمل هيك أنا هايدي نحنا أنا صرختي أكتر 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 بل كي بنوصل بصرختنا بنوصل أو ممكن ما نوصل لكن بدأ يعني بدأ حركة أكتر من هيك بس في عوارق اليوم أمام اجتماع الحكومة وأمام مجلس النواب ما أنا قلت مبارح ومعتني يعني مش أنه حوائق شب عم شوف أنا بس أجي لجوه هلأ تترجع إذا بدك يعني ما بعفزة الناس بعدها مهتمة بهالأمور والتفاصيل السياسية بالبلد هاللي ما عم بتأدي لمحل موضوع بهيئة المكتب بكرة أنا عملت هيئة عامة بالهيئة العامة لا هلأ مثل ما نبين وفيه اتصالات تتعرف يعني بقوله لأول مرة من عندك فيه اتصالات مع تيال وطني الحر لأنه بعد ما وضع موضوع الاكتراح متعلق بالبلديات وهو الجنرال عون يعني أو فريقه موضينه وفيه عندنا موضوع اكتساب الجنسية استعادة الجنسية استعادة الجنسية ممكن يعني أعط نظر بموقفهم السياسي فيه نوع ملحكة ما بين أزمال حطيطون على جدوى الأعمال نحطوا استعادة الجنسية استعادة الجنسية من هذيك مرة موضوع على جدوى الأعمال وهذا ضفنيه هلأ بآخر جلسة شو مشكلة تطيار وطني الحر بس أنا مش قشة مشكلة بكرة أنا فيه ناس عم بيقوله رئيس بري بدو يعمل الجلسة هيك يعني بنوع من التحدي وأنا ما بشوفه حكيم القصة وبعرفه رئيس بري يعني بيناتنا عنده خبرة أكتر منا بعشرين مرة وبعرف شو أنا اليوم بطالبه أنه يتريس بموضوع تحديد موعد الجلسة خلينا ناخد وقت يعني لاحقين نعمل هالجلسة وهالجلسة منا خلاص لبنان أنا لأقل منا خلاص لبنان وين المشكلة بعدها عال أبي هيد الجلسة بي موضوع أنه الانتخابات هيدا هي يعني المطلب حزب القوات والتيار وطني الحر هو موضوع الانتخابات وأنا ببساطة وهن عارفين ونحن عارفين وكل عارفين موضوع الانتخابات إذا ما في تفاهم ما بحياته رح يمر يعني بالغصب طبعا ما كتير منهم ما بيقطع كذب على العالم عال عظيم ما هو إذا بينحط على جدول الأعمال ويتبين أنه ما بيقطع قد يكون هذا مخرج يعني كمان بالآخر لحتى أنه تمشي الجلسة التشريعية بس ليش هالإصرار على عدم وضعه على جدول الأعمال لا لا مش قصة ما في إصرار بعدم الوضع أنتبه في إصرار بوضعه مش إصرار في نوع من فيه تعدد الاقتراحات فيه 17 اقتراح وفيه 3 إلى 4 اقتراحات الجديين هاللي هن الكتل مع تمديدة وبالنهية النسبية بس بلشنا بموضوع النسبية كان وليد جملات موافى اليوم أنا بحس أنه ما أنه موافى لأنه بالنهية النسبية بتصيب مش الوجود الدرزي أبدا بس الكتلة حجم الكتلة هو ما كان يعني كل الأشخاص بدوا يتبادلوا ويصيروا إلا بالمناطق هاللي 90% تصويتها يعني ما بيكون فيه أمل لأي نسبية وما لطعم النسبية إذا حطيته هال 3 إلى 4 اقتراحات ياللي هن جديين على جدول الأعمال شو المشكل؟ هذه بالنهية بالتوافق الداخلة الآن زميننا توني زهرة طالب بهالشغلة لكن في رفض له في إجابة كله بالتريوس أصلا بهال المكتب ما في تصويته لا بحياتنا صوتنا بالتفاهم من هيك أنا يعني بفضل بهالأجواء بدنا نحن كمان تحدي ماشي بالبلد كلنا عم تحدى بعض بالنهية كله ماشي يعني سفر النتيجة سفر لا عندي رئيس حكومة مشلولة ومجلس نواف مش موجود اليوم عندي خيار إذا كانوا هالأفريقا إجوا نوجده بتكون شغلة جيدة جدا للبلد تعطي نفس جيد فيه توافق لا أكتر ولا أقل بيظل هالجو الضبابي الموجود بالبلد على كافة الأصعاد أنا مع أنه يكون طيال وطني وحزب القوات رغم أنه نحن كمسيحي نحن كمان موجودين والكتائب ما يجيب سرطة لا الكتائب لأنه يخديه موقف قاسي أنا حكيت قلوا عليه أبي انتخاب رئيس الجمهورية بقلوا أنه بيقول هو الشرط الوحيد عملي جالسة للانتخاب أنا بكون موجود هو بيعتبر أنه المجلس هلأ منعقد على أساس دوره هلأ حاليا وفقا للدستور هو الانتخاب رئيس الجمهورية طيب إذا تمت الدعوة لجلسة عامة ولم يحضر الطيار الوطني الحر والقوات اللبنانية أنتم رح تحضروا فيه شك فيها القصة نحن عمنا نشاورة بين بعض ويعني كان واضح برح كلامنا أنه كان مع الوزير مشاه الفرعون أو كلامي أنه بدنا نشوفها أنه لماذا بدنا ننزل يعني ثانيا أنا بتعرف شو بكلها الاقتراحات هذه هلأ أوكي أنه اقتراحات بتشوفهم كأنه رح يخلصوا البلد أنه هلأ صار البلد مرتكز على الاقتراحان هيدول أو على هالكردان يعني هذه هي القصة أو على بعض المشاريع الانمائية أقوله كمان أنه هذه المشاريع يالأ من بيناتها سد بصري ويالأ من بيناتها أمور أخرى والأتصراد الساحلة لوصلنا لعندها لوصلنا لعون كمان هذه الأمور كمان يعني بحاجة المواطنين بحاجة لعلى أمور حياتية أنون الأفراد كمان موضوع حياتي صحيح بس كمان هذه القروض راح تروح راح تطير طيب شو بنعمل نظل ناطرين طيب هذه المرة معاشات العسكريين رواتب العسكريين ما حركت مجلسة وزرائيين يعني شوف لما مصلت استشهد عسكريين استشهدوا بالمعاملتين وما تحرك مجلسة وزراء ليعمل جلسة لحتى يقر مسألة رواتب العسكريين أو نقل الأموال من الأحتيات لبنت الرواتب شو خلفية هالأمور كلها شو شو خلفية سياسية شو خلفية طب ليش ما عام بقلك ليش أنا بدي أرجع وبعدين آخر تكة لأ أنا بعد نتعرف آخر تكة بنعمل الرئيس السانيورة أبدا رجعنا سبيناه سبيناه للرئيس السانيورة آخر شي بنعمه مثله بس المهضوم وين بالقصة أنه صدر الموقف من وزير حسن خليل أول شي يبلش أنه ما فيه مصاري ما رح يقدر أعطيه والقرار انتهى عنده طب من البداية يحل بلا ما تعمل كلها بس أرار عنده بتوجيه من الرئيس تمام سلام قاله أعطيها المرسوم الصفة التنفيذية يعطى نحن رجعنا على كلام نحن بده ياخد موقف في يا في حكومة يا ما في حكومة وموضوع الإدمية بطلت تمشي فيه مسئولية وما بقى حدا يفكر انتخابات وشعبوية من تمام سلام وصولا إلي آخر واحد أنا بمجلس النوّب ما حدا يفكر فيها يا عمي العالم سابقيننا فيه أمور بدل تنحل تعالوا حلوها بس المشلي في بعض الناس عم يفكروا انه ما بينطالوا فيها القصة لا هذا هي لا كل العالم رح تنطال هلأ إذا رأي العام عنده مسكر 99.9 أوكي ما فيني أعمل شي أنا بس بالنهاية أنا بمناطق لا فيه رأي عام وفيه ناس موجودين وعم يفكروا وعم يتهموا بالنهاية كل النواب متهمين ما فيه مسئولية على الكل ما حدا يزورب مش أنا عم بطلع أحكي أنا متهم وأنا كمان ضمن هالمجموعة وأنا مسيهم بالموضوع هذا ما فيه يعني هاي دي ما أسحى بقى كله عم يتلطى أنا ما بشوفه أنا كنائب أنا مخبة ما بعطي رأي ما بعمل شي وكل العالم رضين علي شواء شواء القصة هاي دي من هيك المسئولية متواجهة تمام سلام لرئيس الحكومة يا فيه أرار يا ما فيه أرار بلش لي بقى أدنى أرار بيه أبسط أرار بس خود أرار فيه أرار بده يتأخذ ما فينا نكمل هاي يعني شو بنعمل بنظلنا عن نحكي كل الوقت وين هلا بكرة كمل هلا بس بدي ننتقل شواء على منطقة زوء مصبح محال ما فيه أصحاب الشاحنات بيكسروان يعني موقفين شاحناتهم إلى جانب الطريق لاحتجاجا على مسألة بعتقد المرامل بعدها وفي زملتنا منال خليل كمان يمكن ما بعد زي جاي من أعالي كسروان مرافقتهم للشاحنات ونزلت معهم على الطريق لحتى تشوف شو الوضع خبرينا منال صباح الخير بسام فعلا نحنا موجودين بمنطقة زوء مصبح مقابل المنطقة الصناعية من الصباح الباكر اجت متل ما شايف بالصورة بصورة الزميل جورج ليشا اجت عشرات الشحنات صفت على جانب الطريق من الصباح الباكر على الميلتان هن أصحاب الشحنات عم بيطالبوا بيقولوا أنه عندهم رخص قانونية لنقل الرمل ولكن بيحكوا عن استنسبية بالمناطق يعني بيقولوا أنه في مناطق تانية عم تنقل الرمل بطريقة طبيعية وما في مشكل هن عندهم ترخيص قانونية ولكن بيقولوا أنه وقفة عند قيادة منطقة جبل لبنان قبل شوي حضر لهون قائم مقام كسروين حكي شوي مع المعتصمين على جنب بتمنى عليهم عدم التصعيد وقطع الطريق وطلب منهم تشكيل وفد لمراجعة المختصين هن المعتصمين عم بيحضروا من التصعيد بعد ما أخدوا قرار فيه انتشار أمني كثيف جدا من الصباح الباكر خليني شوف أكتر المطالب المعتصمين مع أحد أحد أصحاب الشحنات المرامل المرامل خبرني شو صار معكم عان جديد ترجعتوا ونزلتوا على الأرض نحن وعدونا بالرخص عطونا إياهوا النهار وإياه رجعوا وقفوهم رجعنا وقفنا وما عنا حل غير ما ننزل على الطريق ما حر عم بيفكر فينا ولا حدا بيلوا فينا ونحن نطلب مطالبنا نحن جماعة بنا نشتغل بس أكتر من الشغل ما بدنا ليه وقفت الرخص ما بنا عارف ليه وقفت ما بنا عارف ليه بتمشي ما بش عارفين شي لا في قنون ولا في شيء أبدا ونحن جماعة بنا نشتغل مطلوبنا فقط بنا نشتغل والمشكلة عند الدولة مش عنا تعاملنا قنون نتنظمنا نحن جاهزين على كل شيء تتقرر الدولة لكن بدنا نشتغل عنا واقف الشغل بغير مناطق عم يشتغلو السبب مش عم نعرفش هو بس طالبين يسويونا بغيرنا فقط لا غير طيب قبل شوي قائم مقام كسروان حكيكم عن عن معايير بيئية انتو عم تلتسموا فيها بالمرامر؟ أكيد نحن عم تلتسموا مع معايير البيئية ونحن بيخلص المحفار برجع بيتجلل بصير جنين التفاح ونحن عطول مع القنون ما عم نشتغل ضد الون لاش ناس بكسروان بدأت تشتغل تستفيد ونحن بدنا نعود هلأ يعني نحن إذا طلعنا بجولة عالمرامل حضرتكم عم تلتسموا عم تجوا وتعملوا جلالة؟ أكيد مية بالمية وإذا بتحب تطلع أشوفي ونحن من أكيد لك عشي نحن بيخلص المحفار بيصير جنين التفاح بص المرامل جنين تفاح شو وعدكم هلأ القائم شو يعني الخطوات التالية؟ قائم مقام قالنا إنه ما بدوا تحرك على طريق ما بدوا يسكر الطريق تب نحن إذا ما سكرنا طريق كي بدأت تصال مطالبنا كسبوا علينا هذي كل مرة ناس من الدولة كسبت علينا تب ليش في شخص بدوا يشتغل مغطى من قبل جهة سييسية عم بيشتغل على البحر على نهر الكلب وكلنا بنعرف مين ونحن عنا مرامل وعلينا كمبيولات وكاميونات مش مخصوحة مين يعني مين الجهة اللي عم تغطي على القليل الجهة اللي عم تغطي هو جهة العرب اللي عم بيشتغل بمنطقة كسروين ع نهر الكلب ونحن عم بيشفو ترامل على البحر ونحن قاديم فعلينا كمبيولات نحن كي بدأ نوفر نحن منين نسرق من متئداننا للعالم منسرق مهو الكاميونات والشحنية حقهم مصاري بدنا يسويونا مثل غيرنا مش طالبين شي إن شاء الله كل العالم تشتغل بقى عندنا حعدة حدا بس نحن يسويونا بغيرنا فقط مش طالبين أكتر منها يعني بسام هيدا هي الأجواء بمنطقة زوق مصبح كان لنا اتصال بمحافظ جبل لبنين فؤالف ليفل وأكد أنه على المعتصمين يقدموا كتاب لحضرته ويقولوا أنه نحن عنا رخص استحصلنا على رخص وين واقفة هيدا كل شي هلأ الأجواء من منطقة زوق مصبح بسام شكرا لأرك منالو في حال يعني كمان تصاعد هذا التحرك بنرجع لعندك لحتى نشوف شو رح بيصير فعليا على الأرض يعني أصحاب الشحنات مش أول مرة بيتحرك وكانوا يتصموا على رومبوانج عيطة بعدين هلأ صاروا بزوق مصبح وكانوا عم بيقولوا بننزع لأرطوستراد يعني نسكر الطريق تحت بسام برجعنا المويل هو ذاته والنغمة هزيتها الأنون بيتطبق على بعض المناطق ومناطق تانية ما بيتطبق ما فيه أنون فيه ضرائب على بعض المناطق هناك ما فيه ضرائب فيه تيفيئة علينا هناك ما فيه تيفيئة فيه فاتورة كهرباء علينا هناك معلقين وبيحتجوا لأنه كأستاذ سارج ما أنتم موجودين مجلسنا موجودين بحكومة طب ما عملوا شي هذا سؤال أحلى شي إذا فيه وزارة بتطبق الأنون بمحاله وبتطبق بالمحل الثاني مش هات لا أرفع الصوت ما عم نرفع الصوت واليوم جماعة المضحكوان ما أنا عم برجع أنا عم بجرب لك كون موضوعي مع نفسي بس يعني ما عم كبر القصة لأنه فيه إشياء هلأ طلع يعني جنس الملائكة بدي أعرف شو مش شغلت مش رح يقدر أصلى فيه واقع هلأ هون عم بيطالب المحافز يعني تحياتنا المحافز لذلك أنا ما قدمي منه فاسد عم بيطالبون عم بيطالبون بالمعايير البيئية خي أيا معايير بيئية والبلد رايح بالنفايات كله صار سلت نفايات شو عم بيحكوا يعني كل المعايير تطبق عندنا هونيك ما فيه معايير هونيك ما فيه حدا بيقرب أي مرائب بيروح أي شخص بيئي بيروح بيخلق الولد بلش علموه على البيئة دغري يعني أنا بالبيت عم بيعلمون على البيئة بس لأسف بيطلع لبرا قدام مدرستو فيه كياس وشو مثل قلتها مثل قلتها القصة هؤلاء الجماعة بالنهاية برجع أصحاب شاحنات هوني الأشخاص بدون يعيشوا معهم الحق وهلأ اتهموا هونيك شخص على البحر وكلنا عم نشوف وهيدي كل سنة بتصير موضوع موضوع الرمل هيدا ملك عام منه ملك خاص شخص بيتعهد بيجي بيستفيد وتب وين بيه مسؤول ما المشكلة إذا ما إذا ما تكتفنا ما فيه وبالنهاية وهو أخطر شغلي بس يكون مثلا تيار معين أو خط سياسي معين عنده أهداف بالسياسة بطل فيه عم بينلعب دور المعارضة والموالات انتهت القصة أنا بدي مثلا أوصل على الرئاسة بغض نظر مضطر غض نظر فيه سياسة بدي أنا بدي الحكومة بغض نظر هيدا انتهت القصة من هيك يعني وانت قدوني زملائي بهيئة المكتب طلعت قلت له لأنه يعني شو الفرق بين هيئة المكتب الموجودين هو موجودين من الوزراء نحن نفس العالم ما هي ذاتها ما هي ذاتها حتى الموجودين بمجلس نواب ما هي ذاتها ما عم نحكي نفس الموضيع مين بدوا يحاسب مين هاينا عم بقول لك كيف من هيك موضوع المحاسب ما نحكي فيه خلال شيء لحطها عجنب كذبة والأسئلة هيدول الأسئلة للوزراء مزخرة ما يفوتوا فيها ما فيه جلسات لا جلسات لمناقشة الحكومة ما أنت عايش لا جلسات الأسئلة والأجوبة ولا جلسات تشريعية ما فيه شيء بعدين شو هو التشريع إذا اتفقنا على المواضيع بيقطعوا ما اتفقنا على المواضيع ما رح يقطعوا بمليار سنة مثل موضوع أنون الانتخابات أنون الانتخابات هاللي هو أنا يعني رأي الأحزاب بده إجمع مش هيك أنا الرأي الأحزاب الموجودة صح فكرة حلوة أنه أنا عم بعمل ضغط بموضوع أنون الانتخاب وهلأ وقتها بس أوكي أخذت أنون الانتخابات وخسرت البلد أنا شو عملا أنه بعدين برجع بنتصر بأنون الانتخابات وفي علامة السفين تعرف بأنون الانتخابات ما حدا مثل ما بالستين جنرال عونح تعتبر أنه أول شي رد الحقوق المسيحيين وبدوا ينتصر بالستين خسر ما ربح يعني والإثبات ببعض المناطق ما صحيا ربحنا بالأشرفية أولا من هيك ما حدا يراهن على شي والنسبية أنا حطيت مبدأ النسبية شي عار كبير وطبقته على كل لبنان لكن رجعنا على تقسيم المناطق وحدود المناطق طيب هنوحد أول بريك إعلاني ومن تابع نهاركم سعيد وأنا أعود لمتابعة نهاركم سعيد من الـ LBCI مع النايب الأستاذ سارج تور ساركيسيان طيب كنت عم بتصر أنه لازم يكون هناك قرار لازم يكون هناك خطوات شو ما كانت هالخطوات صغيرة مما كبيرة حتى أنه تبلش الأمور تسلك المسار الصحيح والمسار يعني الذي يجب أن تسلكه ولكن بالنهاية في حسابات سياسية كمان عند رئيس الحكومة شو أني حساباته السياسية الحسابات السياسية اللي بتقول أنه بالرغم من كل شيء سائد في البلد هناك استقرار لا أريد أن أرفع نسبة التوتر السياسي وتؤدي هذه النسبة من التوتر إلى خربطة الاستقرار في البلد لا نحن ما هم نقوله حدا حدا بالحكس بس أنه أوكي عمل هاللجنة الوزارية برئاسة مع الوزير أكرم الشيب وكانت جيدة ماشي طيب أوكي ما لقيت هون برجع بلاقي محل تاني يعني برجع بحاول أوكي السيد أكرم بعده مكمل سمعت يعني أحد البيانات اللي عمله بعده مكمل بالرغم من أنه يعني أنه ما عنده كتير أمل لكن ما بده يكمل لأنه بده يخلص البلد وهي دي شغلة كبيرة طب أنه هلأ قصة بقيت على وزير واحد هو مسؤول بالملف كل العالم بسؤولة أنا اللي عم بقوله يعني ما فينا ننسى مثلا الكلام يلي جرى تبادله بين حزب الله وبالتحديد السيد حسن نصر الله الأمين العام وطيار المستقبل أنه حتى وصل الأمين العام لحزب الله يقول أنه عم بتمانينونا بالحوار عم بتمانينونا بوجودكم بالحكومة بلا ما تكونوا بالحوار وبلا ما تكونوا بالحكومة بس تبين بعدين معقول توصل الأمور لهون بعدين تبين أنه اتنينتهم أكرروا بشغلة مهمة كتير لقلهم اتنينتهم فريقين أنه هذه الطاولة الحوار الوحيدة بالشرق الأوسط سمعتها الموجودة ما بين السنة والشيعة هني أكروا فيها اتنينتهم هذه شغلة مليحة أنا كمسيحي شو دخلني فيها أخي أنتوا عم تعملوا نحن جزء من الصراع ما قلت لك بلاش تلا جزء من كل شيء بالبلد ما في حدا يوضع حاله يعني ظاهر حاله من الصراع أنا قاعد ما قلي دخل أنا باللهيكلية بتها التركيبة أنا اللي هم بقوله مثلا موضوع أنه البلدية تستلم النفايات طب مين بدو ياخد هالقرار البلدية لوحدة طب ليش ما حضرت البلدية من قبل ليش ما عطيتها الحرية طيب أنت يا وزير بيئة أنت عارف أنه بعد سنة رح يتسكر هالمطمر أنا برتكز بمواقفة وبخطة البيئية على الكلام وليد جنبلاط أنه آخر شي بيجي وليد جنبلاط بيقول كامله ما مبينة كانت الأجواء نحن كمرائبين أثناء أنا ماني كمرائبين خي عم شوف أنه راحين للتسكي طب شو عم تعمل عمول شي بلان بي لو خي لبيروت على القليلة ترك لي شي تاني لبيروت والضواحي القريبة ما بعمل شي بأقدر طب شو بعدين بدي أنتقل شوية إلى أمام قصر العدل في وقفة تضامنية مع الزميلة ديما صادق يعني هي موجودة بداهل قصر العدل عم تمثل أمام أحد قضاء النيابة العامة التمييزية بدعوة مقامة ضدها من حزب الله ننتقل إلى أمام قصر العدل مع زميلنا إدمو ساسين تفضل إدمو نعم بسام يعني فيما تمثل الزميلة ديما صادق في هذه اللحظات أمام المحامة العامة تمييز عماد قبلان بسبب الدعوة المقدمة من قبل حزب الله عليها وهي دعوة منقسمة إلى قسمين قسم يتعلق بأحدى يعني الحلقات التلفزيونية التي أعدتها مع الحراك المدني عن الفساد ويعني قسم آخر يتعلق بما قال ينسب إلى ديما صادق بأنها وضعته على حسابها على تويتر أو على صفحتها على فيسبوك وهي تنكر هذا الموضوع يتعلق بأشخاص محددين بحزب الله متهمين بالفساد أو بتجارة الأسلحاء الدعوة في هذا الإطار هي متعمة حورة منذ الساعة العاشرة صباحا ديما موجودة أمام المحام العام التمييزي هناك وقفة تضامنية في الخارج عدد من الإعلاميين من مختلف وسائل إعلامية مرئية مسموعة ومكتوبة موجودين هنا للتضامن مع الزميلة ديما صادق ليش اليوم بمشاركين بهذه الوقف التضامني هيا وقفين لموضوعين في قضيتين في قضية الحريات أنه نحنا مش كلمة صحفي حكي كلمة لازم يتحاكم لازم يتغيروح لأنه الصحفي بمطرح ما هو عم بيسأل خصوصا وبدو يدوي على جانب الحياة هو عم بفتش على الحياة يمكن يوصل يمكن ما يوصل الطرف الآخر دايما إله حق بوسائل إعلامنا إله حق الرد فخليه يوضح وجهة نظره عبر الشاشات عبر صفحاتنا اثنين لو كان في قضح وزم لو بيعتبره خليه يتحدد الأدح والزم نحنا مش فوق الأنون نحنا تحت الأنون ومنخضع له ولكن في محكمة المطبوعات هي المختصة بكل إشياء النشر والصحفيين مش كل محكمة أو كل قاضي بدي يعطي لحاله الصلاحية أنه يبدو يطلب صحفيين أو كل ضابط بدي تلفين للصحفيين منروح كلنا عن محكمة المطبوعات ونحنا تحت الأنون شكرا شكرا لألك اليوم اليوم مشاركين بهذه الوقفة التضامنية ولكن حزب الله يتهم دي مصادق بأنه يعني تناولته سواء بحلقتها أو بما كتب على حسابها مثل ما هو منصوب لألا بالدعوة ليش التضامن مع دي مصادق لأنه مستهدفة هي والجسم الصحفي بمعنى لما ينسب لصحافة أو أي إعلامة تهمة أنه سأل أسئلة فهي مشكلة من حق أي صحافة أنه يطرح أسئلة ونحق الطرف المتضرر أنه يجيوب علي هيدا أحد شقاي الدعوة الشق الثاني محاسبتها على ستيتس على السوشال ميديا هي منق آيلته وبالتالي أنا بستغرب أنه كيف حزب الله ما بيتحقق من صدقية معلومات بده يرفع دعوة تجاه شخص إذا مزبوطة أو لا هيدا ستيتس منق آيلته يعني بكرة ممكن أي شخص يتهمنه أنه يحكي شي عكل حال لجوء حزب الله للقضاء مفيد بس أنا برأيي لجئ للقضاء بالقضية الغلط نعم شكرا لك أستاذ الموفق يعني من الصبح اليوم أنت حاضر متضامن مع زميلة ديما صادق يعني شو سبب هذه الوقفة التضامنية اليوم مع زميلة يعني متهمة بأنه هي عملت قط حزم بحق يعني حزب الله أو بمسؤولين بحزب الله هيدا واجب كل صحافي وكل زميل بيشتغل بهالماني وكل إنسان بيؤمن بالحريات العامية أنه يجي يتضامن مع ديما مش بس لأنه ديما زميلتنا ومنحبها وبعتقد هي مظلومة بها الإدعاء بس نتمنى أنه هاي الوقف بتوقف هيدا التمادي لأنه صاير في شهية مفتوحة من أي إنسان بلبنان مسؤول تاجر عنده شركة وزير حزب سياسي أنه يتعدى على الصحافيين فأنا بعتقد إن شاء الله هالتضامن هيدا يعطي رسالة كتير كبيرة بأنه الإعلام هاي مهمة مثل الدفاع المدية مثل الصليب الأحمر رحنا جزء من المجتمع اللي بيخلي الناس تكون متنورة فهو بحق لك تراحب لاش اللوجوء للنياب العامي التمييزية مش عم بيروحوا عم حكمة المطبوعات يعني هاي دي هاي دي وسيلة من وسائل الضغط عم بتكون مش بس حزب الله عم بيعتمد على كتير من الأحزاب من القوة عم بتدعي الصحافي عم بيروحوا دغري على النياب العامي التمييزية بعتقد هيدا جوابة بديكون قانوني بعتقد أي إنسان في روح يدعي أي مكان اللي راح نحن جاي من حيس المبدأ حتى لو راحوا كمان على المطبوعات كنا حنجي وحنضامن معه يعني بس نتمنى أنه من حي كمان نعم راح لجأ إلى قضاء ولمؤسسين نعم شكرا لك إذن بسام إن هي عينة من الموجودين هنا والمعتصمين والمتضمين مع الزميلة ديمة الصادق بسام شكرا لك أدبوعة ونحن بالضبار أيضا نخرج الزميلة ديمة الصادق من مبنى قصر العدل كمان لنرجع نشوف شو جد معها بخلال الاستجواب أو حضور الجلسة الأولى مثل ما بيقولوا نحن لنقاش يعني اللي عملته هلأ موضوع ديمة يعني هذا موضوع صحافي باللبنان بدنوا يخطفوا كل الأصوات هلأ بالنهاية في حرية رأي يا مؤمنين بحرية الرأي وبحرية الإعلام وهالانفتاح اللي عم بصير أو مش مؤمنين هلأ الشغلة المهضومة بالقصة أنه حزب الله اعتمد الأسلوب القضائي هاي شغلة جاية كممكن يعتمد غير الأسلوب لا يعني بس أنه هذا الأسلوب اعتمد طب خلينا يعني خلينا لك خلينا نصلى على شيء إيجابي بهالبلد هلأ فيما يتعلق يعني ما فهمت موضوع شو أن الأول شي أنا كنا عم نتابع شوية موضوع أنه هالمقابلات مع الحراك المدني من هونيك بلشت القصة بس وضع يعني مقر خلق مش واضح صورة الدعوة كانت بعد نشوف هلأ هلأ بتصور تعرف الزميلة الزميلة ديما أنه شو القدع مظبوط أنه هل هو على خلفية حلقة هل هو على خلفية كتابة على الفيسبوك أو على تويتر أنه مش واضح الأمور مثل ما بيان فيه جزء فيسبوك وجزء ما قلته أو المواضيع أو المواضيع اللي تم التباحث مع الحراك المدني وكيل حزب الله بيقول أنه شيء له علاقة بشين كتب بشهر بشهر ثمانة هيدا هيك هيك بيقول الوكيل طبع حزب الله وما برف هلأ أنا شوف يعني حتى تكون الزميلة دي مصادق سمعت من القاضي شو مظبوط هلأ هلأ تطلع طيب يعني كنت عبتقول أنه بالآخر أنه بمحل من المحلات يجب أن يكون في حدا مسؤول طبع اليوم هذه الحكومة يفترضية أن تكون مسؤولة كل الفرقاء السياسيين اللي فيها أنه بيهجموا بعضهم كل الفرقاء السياسيين اللي فيها بيحملوا بعضهم مسؤولية التعطيل كل الفرقاء السياسيين اللي فيها بيقولوا أنه لو بيعملونا نحن مثل ما بدنا كان بيمشي البلد والبلد بينطلق يعني من مسألة صلاحية كانت أخيرة مسألة الترقييات بالجيش ويلي على أثارها خرج يعني مصارت وترك العميد شاملوا تعرف مثلا اليوم عم بطلع بالحلقة معك بس توصل الصوت على موضوع أساسي النفايات وصل الصوت عدل النفايات خي موضوع السياسي فقدنا موضوع السياسي شو عم عمل اليوم شو عم نحكي أنا هلأ عم بطلع مش هيك أنه بحبك و طعرف أنت صديقنا بس أنا عم متفاجأ يعني بطل فيه موضوع نحكي فيها فيه أساسية البلد يعني عم تنهر ونحنا عم نتفرق عدل النفايات ما فيه رئيس كله مشلول كله بيزد على التاني بس إلى هذه الدرجة من هون أنا عم بطلع من عندك بالحلقة أنه عم متواجه للجميع تعود كتف وتنحلها أنا ما بدي كون توفق وشكل مش شكل توفق أنا يعني طالع سيت علي ومني توفق بس بالنهاية أنا عم بطلع حولي شب شو بدي أعمل بالبلد أنه أنا باتهم هو باتهمني وبعدها شو بعمل اتهم وراء اتهم ليش قلتلك إيها أنه كل واحد يرجع للمشارعه للأسف الشديد صار الشارع سبقني ماشي نزال أحكيه مع أي مواطن كل يوم عم التقي فيهم ما حدا نهمه بالسياسة ولا بالسياسيين ولا بالحكومة ما بس حتى المواطنين كمان يعني يعني بمحل فيه حنين لجو السياسي السابق يعني بس يكون الوضع حلو تطلع بتحكي السياسي عن شو بدي أحكي بس حتى اليوم المواطنين يعني هذا الحراك المدني اللي بلش على خلفية النفايات وطرح بعدين العديد من العنوين يعني بالبداية استقطب عدد كبير من الناس ولكن حاليا يعني هذا الاستقطاب كمان خف يمكن هذا هو السبب بس بالآخر المعاناة معنا موجودة عند الناس معاناة موضوع الحراك ليش مثلا وحيفكروا مزيدات أو بنانضامنا الحراك أو بدنا إياه نحنا يكونوا معنا مش هالفكرة الحراك حسب رأيي أكيد أكيد بقيتلك أنا مش هيك حتى لو ما كنت متهم بالفساد أنت ضمن هالمجموعة السياسية هاللي هو المجلس ككل مش فئة أو فئة تانية في مجموعة نحنا فيها نحنا عملنا النواب ضمن هاللقوانين الموجودة ضمن هالنظام الحالي يعني بطلع بقول بسب هالنظام أنا من هون بدي أنطلق لك بشغلة عموضوع الحراك موضوع الحراك بلش جيد جدا بس صاب الموضوع أنه نحنا اليوم عنا معركة نفايات والهدر بالنفايات والفساد بالنفايات لكن بس بلشوا ينطوا عموضوع تغيير النظام أنا قلت خلاص انتهوا ما في أنا كمسيحي خي بس يحكين عموضوع تغيير النظام حتى لو ما عوحها انتهت أنا دغري يعني بتعمل رجاء بتعمل رد دغري أولي دغري ما خي أنت عم تحكيني عن النظام تغيير نظام خلاص ما تفوت فيها انتهت أنت انتهت عندي ما فيه أي مسيحي بدي يطلع خي أنا النظام بيفساده بي 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 سيئاته أنا هذا النظام متمسك فيه وما حدا يطلع يعمل له سنحبه عن طبقة سياسية كمان بلازم تغيير طبقة سياسية بتتغير بالانتخابات رجعنا عم بقلك مين بدي يحاسب مين مين بدي يغير أي قانون وعلى أي أساس أي قانون والأفريقاء السياسيين هني هني ما رح يتغيروا والتكتلات السياسية موجودة والأحجام موجودة الحراك جرب يعمل هيك نوع من الضغط فيوصل لنتيجة وفي بعض من المطارح بتعرف شو فكروا حالهم هني صاروا زعام البلد يعني صار بتحس أنا واحد محل الرئيس بري واحد مع محل السانيورة يعني هو بيحقلهم بيحقلهم بس بالنهاية أنا بدي أطرح طرح أنا قلتلك كلنا أنا في أول ناس بس كانوا يعني أول شي شاركوا بالحراك كان في مجموعة من العالم شاركت نوعية جيدة جدا من الناس المثقفين عدق الشيوعيين والماركسيين واللينيين الموجودين يعني كان فيه فيه ناس طبقة مثلي ومثلك موجودين ناس مثقفين باقيين مثقفين كمان مثقفين بس أنه مش قد قد ملازم يعني لا أنا عندهم فكرة ومعندهم طواجهات والسياسية برجع بقلك أنا أنا إذا مؤمن بحرية الرأي مؤمن بس أنا حكوه باللي بدك وانت حر بس ما تغير النظام النظام ما تحكي فيه يعني أنت رح تنظر وشقطه لأنه هيك بطل فيه تماسك بس كمان فيه بمحل من المحلات أنه كمان هذا الحراك يعني ما أخذوا عطا يعني كان الرفض بشكل مستمر أنه شو ما طرح يتم رفضه ليش موضوع موضوع دراسة البيئية والنقاش البيئية مع أكرم الشاي عنده بعض نظر استوعبهم وجيبهم لحده بس ما قبلوا بشي لا كيف ما قبلوا أخذوا جزء من اللي قالوا ما هلني آخر شي أنا هلأ بتعرف فيه ناس بس أم بيحكوك بموضوع البيئة بيتسمعوا لناس وهم بيتسمعوا عم بجيبهم كلهم وتسمعوا لهم وخلينا نطلع بفكرة هلأ أجمعهم كلهم صواهم وما بيطلعوا بفكرة بيختلفوا ببعض بعدين الأحداث كمان الأحداث أحداث الشغب كمان اللي صارت أثرت على هذا على الحراك بس بالنهية الموقف الأساسي هو بيحكس أنا إذا طلعت حكيت أنه بدي غير نظام صار فيه طبقة بيكمل خافت من هالموضوع ما تقولي لا أخفنا شو عم بتغير نظام شو أنت بكتقلوا بالبلد ما بعرف وين وتانيا وهي دي أهم بلك من هديك القصة أي مواطن بالعالم بيحب الاستقرار يعني هات تغيرات السريعة باللبنان بينما بالبلدان الأخرى كل سنة بيعملك انتخابات شوف بيبليونان ما رح أعطي مثلا تركيا شوف بليونان عمل كذا انتخابات عكل عكل موقف بدويخت ورئيس الحكومة انتخابات رأي عنا مش معاودين لا على الانتخابات ولا على التغير السريع نحن معاودين وكل إنسان بكل العالم عود على السبات جيت أنا بس هذا مستبات لا لا أنا يعني كسبات كنظام أو كهيكلية كل العالم خيأ أنه ماشي لحال يا خيأ هيدولي مثل ما هني موجودين من روتش شوي بيمشي حالنا من قلع بالبلد بس اليوم وصلنا على محال بطلت روتشة تمشي ما بقى تفيد الروتشة الروتشة ما عم بتفيد لأنه كله مشلول ما في شي طبعا شو الحل اليوم إذا عملنا خرق بموضوع مجلس النواب لا نبي كون عطينا نفس إضافة للبلد ما أنا معك على موضوع الاقتصادي بصورة خاصة وإذا ما عملتوا خرق إذا ما صار في جالسة شو عملنا طب شو الحل يعني إلى متى يستطيع لبنان أن يبقى في هذا الوضع إلى انتخابات رئيس جمهورية إلى انتخابات نيابية مجلس النواب لا يجتمع حكومي لا تجتمع أنه بالآخر الحل شو هو في أمور بالبلد بدأ تمشي ما هل عم بيقول لك الحد الأدنى أمني الحد الأدنى وكان مواطن ساكت ما مش عم بيحكي بس المشكلة هالسنة شو صار فرض مرة صار عندك الكهرباء تقنين كهرباء ما في ماء وعندك النفايات بجت القصة وبنفس الوقت أنا بدي أجيب المختربين بدي أعمل قانون تجيب المخترب بيجي على لبنان بدي يجي طي عمل شو المخترب طي استعيد جنسيته وأولا كمسيحيين نحنا شو بيعمول وين بيجي بيجي على مسبلة ما مش عم بفعل ما في شي في شي عم بيتناقض معا خلنوا شو يعني عاملين أنون وما رح يمشي مش ما رح يمشي نتيجة الأنون رح تكون معدومة طب أنا يعني بعمل أنا بدي أشجع العالم تهيجوا عشو بشجعهم عشو بشجعهم يجوا على بلد مستقر لا سياسيا مستقر اعتبر يا خيال لا سياسيا اعترفنا فيه استقرار وفيه كان لو كملوا بالقصة بالرواتب بالعسكريين كمان كنا أكلنا الضرب كمان مكشوفين أمنيا كل عالم قاعدة والأمنيين عم بضحوا بحياتهم يعني ما فيه شي منطق بس بالنهية قلتلك هاي دي إذا طاولة الحوار ما عم نطلع بنتيجة هيئة المكتب ما بتطلع بنتيجة مجلس وزراء ما بيجتمع طب بيجتمع مجلس وزراء بالنهية مين بينفذ على الأرض هلأ نحنا كمجلس نويب عنا شئ تنفيذي بهالاكتراحات والمشاريع لا تسألوا لرئيس الحكومي لماذا لا يدعو لماذا لا يدعو مجلس الوزراء للاجتماع مين عم يروح رئيس الحكومي شوف رئيس تمام سلام أنتم من فريقه السياسي إذا بدك صح طب لماذا لا يدعو إلى انعقاد جلسة لمجلس وزراء هل مطلوب إجماع لتنعقد هذه الجلسة خوفها من أن الحكومة تخرب أو تفرط أو يصير فيها شي إذا الموضوع المسائي يعني فيه موضوع معين فيه تشكيل إذا فيه كوكتيل بهالوزارة وفيها تجتمع بعدة المواضيع لكن مثل ما نبيان ما بده يتحدى حدا أنا بده يضل ماشي هيك يعني عمل سورفينج على السياسة عم يعمل سورف وعلى الموجة الهدي ما بده يخطص بالمواضيع هذا خيار لأله بس بالنهاية أنا بده يطلع شي من حدا مين مسؤول بالبلد رئيس بره مسؤول لوحده وفيه نحامله لوحده أو حدا فيه مجموعة بس فيه قوة سياسية مسؤولية طيب ما عم بقلك طيب وين إنها الكوة السياسية خي نحنا دومن كوة 14 أزار هو 14 أزار وضع مش هالقدي صحة عاطلة بعدها موجودة القريب قوي فيها القريب عم بيكلها بعدها موجودة بعدها موجودة نوعا ما موجودة ببعض المحلات يعني إذا قانون انتخابات ما ننتفقين عليه شو بقى شو بقى بالموضوع كله بس فيها شرزم كبير يعني الرئيس سعد الحريري موجود بره دكتور سمير جعجع خارج الحكومة وفيه يعني كتير خلافات بينه وبين فرقاء آخرين بـ 14 أدار طبيعا طبيعا حزب الكتائب كمان يغني على ليلا يعني منشوفها نحن هالصورة هيك وطاع أنت طلع بنتيجة بس بالنهية أنا يعني التوجه الأساسي أنه يعني يطلعوا بموقف موحد بأي موضوع كان الرئيسة أنا بستبعدها لأنه موضوع النفايات أنت ما بتحله يعني رئيسة شغلة عويصة يعني ما بعش بشو صارت متعلقة صارت متعلقة بالسخوي دغري السخوي بينجح ممكن يأثر على الرئيسة صرناها الأد شوف أنت الإعلام أدي واصل بالنهية إذا النفايات كمان بدي دول موضوع النفايات وبدي أقلمها كان كيرسي على البلد تهت البلد خلينا نقض نرجع يعني خلي كل العالم تستقيل من مهمة بالنهية ما فيه مجال بدي بلش من محال بدي أعطي شي لها المواطن هلأ أنا جرعة هذه الإبري اللي عم بعطيها الفيتامين سي بموضوع الاقتراحات هذه بتعمل شي ما بعرف شو بتعمل بيقولك هلأ بتعرف شو الموضوع مثلا على موضوع في موضوع هذه في مؤسسة قفي هذه متعلقة بالرقابة على المصارف والأموال والأموال أنه فيه اقتراحات اوكي اقتراحات موجودة موجودة صحيح أنه هلأ صار تهريب المصاري من المواطن العادي جاي من أفريقيا أو جاي من من أمريكا أو جاي من لوس أنجلوس من جامعتنا أنه صاروا هيدول هني عم بيقطعوهم على المطار هيدول هني عم بيعملوا تهريب الأموال والتاكس فروض والتاكس إيفيجن لا بس هودي بس هودي بالآخر استيستاذ يعني قوانين مطلوبة دوليا يخي على الراس كمان بتأثر بتأثر على عمل المصارف اللبنانية بتأثر على عمل مصارف اللبنانية بسلام والله بعرف وحكينا مع وحكينا مع البرزيدان باسيل كنا بمناسب وحكينا وقال لي عنهم ومعه حق الزنمي ونحن مع مع كل شي مع دولي لش في شي فيها نطلع من المجتمع الدولي لبنانية ما بيقدر يطلع من المجتمع الدولي لكن اللي بيضحك انه هلأ صاروا هيدولي طيب كل شي عم بيصير تهريب مثل ما صار بموضوع تهريب المخدرات على المطار كما شو كما شو لو ما حدا ندزع لو كانت قطعة هيده بتعرف بكبار الزوار هناك الطيران هناك ما فيه كشف يعني بس أنا بلا فيه سكانر ايا سكانر بس سام لا فيه سكانر على المرفع ولا فيه سكانر على المطار لا على المطار سكانر موجود أنا شايفة على القليل خي أنا كلنا شايفينه أنا بقطع هذا مع العالم أنا بدأنا تسلل أنا راحين مش رايح أنا بالمهمة رايحة تسلل ما نوش هاللي بدو يقطع يعني هلأ ناطر هيدولي الناس المعطرين هاللي جايين مكونين مصمدين مصاري من شغلهم جايين يحطون هون يوزعون هيدول هني صاروا بهالقوانين دولية أنا بدي وقف كل كل تهريب الأموال ومتعلقة بالمخدرات بالكارتلات ما عليها هلا ما خليوا يسمحوا لنا بعدين فيه دول عربية راضي عليها الدول الأوروبية ترضى عليها تعمل تبيض أعمالوا مليون شغلة ما عليها هلا شو ما أرجع على زوق مصبح أصحاب الشاحنات أنا معهم بيان صادر عن أصحاب المرامل والشاحنات في أعالي كسروان إن كتاع المرامل في لبنان غير خاضع لقانون المقالة والكسارات نظرا لمواقعه المحددة خارج المخطط التوجيهي لذلك أصبح هذا الكتاع عرض للمزاجية وخاضع لأصحاب النفوذ والمصالح والاحتكار من هذا المنطلق نطالب المعنيين وبالأخص نواب الأمة تحريرنا من أيدي المافيات التي تسمح وتمنع تحت عنوين بيئية واهية وغير موجودة بالأساس والخلفيات مصالح مافيوية على حساب لقمة عيش المواطن الكادح لذلك فنحن ملزومون في متابعة الاعتصام والتحرك والتصعيد إذا لازم الأمر للحصول على مطالبنا والتراخيص المعطلة في الأدراج على أمل التجاوب مع المطالب ومساواتنا بالمناطق الأخرى شكراً من صلاة منكم تتعلم لجنة كرميل تروح عند وزير الداخلية تقبلوه رح تتعلم لجنة هيدا أو شو وضعه؟ نحن مستعدين نقبل الوزير الداخلية وحيال لحدا بيسمعنا بس أخبار من الروح ما بيستقبلونا شرحنا عاملين متلجني ورايحين؟ رايحين ما بيستقبلونا شو الخطوات التالية؟ كيف يعني تصعيد؟ تصعيد أنه أكيد رح يزيدوا على الشاحنات لأنه في كتير راح يتصلوا فينا من غير مناطق مستعدين يكونوا معنا ويمكن ننقل من هون يمكن نصير على الأتستراد يمكن نروح نوديلهم الكاميونات مطرح ما لازم يكونوا نوديلهم يوهن على الصراي يعني هيدا قرار التصعيد أمتين رح يتأخذ اليوم أو رح تخذوا بالأيام المقبلة؟ بصير تشاور مع الشباب ومنشوف وان منصير بس أكيد بيش رح نبقى هون يعني سمعنا للبيان يلي ترى أصحاب الشاحنات يلي بتنقل الرمول يعني كمان بهذه القضية أصحاب الشاحنات بيقولوا هاي بتطلع المصادر الرسمية بترد عليهم بيغير شي مثلا بيقولوا لك أنه ما معهم رخص وما معهم رخص حفر واستصلاح أراضي بس ما معهم رخص لا رخص استخراج الرمول وأنه عم يستخدمونها لهذه القصة وحتى برجع بيقولوا لك كمان أنه يعني ما عم يستصلحوا مع أنه هوني قالوا أنه عم يستصلحوا وعم يعملوا جديا تفاح على كله يعني دايما فيه الرأي والرأي الآخر والرأي الآخر بس بالنسبة لي هذا موضوع كمان بيئة شائك كمان أكيد هذا وبيئة شائك وما رح ينحل وكان موجود من قبل كسرات وما كان كسرات وما كان وما كان طيب رح ناخد تاني بريك إعلاني وما نتابع نهاركم سعيد ونتابع الجزء الأخير من نهاركم سعيد من الـ LBCI مع نائب سارج تور ساركيسيان طيب لكن هلأ الأمور كلها مجمدة في لبنان وبانتظار تحصل أي تطورات إقليمية بسوريا تطورات جديدة يعني إذا بك تروح على الملف الإقليمي وعلى جيراننا موضوع مثلا بك تبلش بالتحليل موضوع الانتخابات اللي حصلت بتركيا وانتصار أردوغان يعني وصار عنده الأكترية يعني نصف زائد واحد صار فيه قر البدرية بشكل الحكومي لحاله بشكل حكومي يعني صار عنده نوعا ما حرية حركة أكتر لكن شفنا كل هالفترة ما قبل هالانتخابات الأولى وانه كمان كان موجود كان عنده الأكترية ما قادر يعمل شي وخطوة متر ما قادر يفوت على سوريا هلأ فيه يعني هي الأهم هو تسليط الضوء على الموضوع الروسي يعني الروسي نحن عم نشوف انه كانت إيران موجودة وكان بسوريا يعني وكانوا والموضوع النووي كان تم يعني موضوع الاتفاق نووي تم ورغم كل ذلك الغرب ما كان عندهم أي سئة بين موضوع الإيراني يعني رغم كل العقول يعني أي سئة بشو سئة أنه يسلموا نوعا ما جزء من سوريا أو يتبحثوا عن سوريا مع إيران إلا إلا هلأ يعني تشاركت معهم بفيانة هلأ تشاركت معهم بفيانة بس لقبل ما كان فيه أي مشاركة من هلأ إيرانيا وإذا ما لعمسوا شدية وممكن ينسحبوا ومعتبرين أن السعوديين يلعبوا دور سلبي يعني هلأ رجعنا دور سلبي على الميلتان فوتة السعودية يعني أنا بتسأل دائما في بعض الأسئلة على الصحيد استراتيجي مثلا ليش السعودية فيها تفوت عسكريا على اليمن وهم تكون متواجدة بالبحران عسكريا وغير بلدان هي مثلا ما فيها تكون موجودة إلا معنويا أنا مش معناتها أنه عم طالب أنا السعودية تفوت على لبنان أو غير مطارح بينما تنعكس تنعكس كمية القصة على الإيرانية بتشوفهم أنه موجودين هني عسكريا بسوريا وعم بيحاولوا يفوتوا غير مطارح يعني بتشوف هون أنه فيه نوع من التقصيم أو يعني من خريطة معينة مخفية بعد ما ظهرت هلأ بس إجوا الروس فاتوا وصار فيه لاعب أساسي ولاعب بوزن تقيل ولاعب أكتر من هيك أنا بارح كنت عم بقرأ كل الصحف التركية التحاليل الصحف التركية بتقول تراهم بالتركية ولا بال لا بالتركية ممنون هلأ بتعرف بين هيلانا يعني جدودة في كتير يعرفوا التركية كانوا يعرفوا ما عايشوا تحت لها وحتى بلبنان يعني بعضهم بتذكروا كان عندي ستة بتحكي ترك كتير تراهم بالإنجليزة بالإنجليزة أكيد هدول الصحف بالإنجليزة عم بيركزوا على الموضوع الأساسي موضوع أنه وجود الروسي هو بريضة أوروبا صرف يعني وعطينهم الضوء الأخضر بالتصرف بصوريا مثل ما هنبتهم ليش لأنه من الناحية أنا بشوف الأمريكاني هالترم هالي هني بيستعملوه هني بيصحفهم أكيد مش بالإدارة بس إجاء أوباما بلش نسحب من العراق ونسحب كليا بس موجود بالجو بالجو بالأرض خمسة خمسين واحد بيتسلوا ويدعمون يعني فيني أقول عم بيتسلوا هلأ اليوم الموجود على الأرض عسكريان هو بيقرر وعندها السلطة لكن كمي ما في تأدم على الأرض اليوم عم نشوف أنه هالمعارضة بسوريا عم تتأدم صوب حمص عم بتحاصر حلب ما بعرف شو عم بصير يعني فيه كر وفر ساعدك بتأدم وساعدك بتأدم بس ما فيه تغيير جدري على الأرض ما فيه تغيير والخريطة مذكر أنت الخطوط التماس الخطوط التماس كانت عندنا يهون باللبنان هذه هي خطوط التماس كانت موجودة عندنا هونيك حتى خطوط التماس مش موجودة هلأ بالنهاية يعني أنا برجع له روسيا مش لوحدة هي بتقرر بالمنطقة هونيكة أمريكا هي لاعب أساسي رغم أنه منا مؤمنين بقى بيدور أمريكا بتعرف قد ما صار فيه تقلوبات بالموقف الأمريكاني خاصة فيما يتعلق بلبنان بس أنه بأمريكا بدنا نشوف بصورة بسيطة هلأ أول شغلة بدنا نشوف مين رح يجي بعد أوباما هل رح يكونوا جمهوريين أو ديمقراطيين إذا كانوا جمهوريين أصبحنا فتنة بموضوع الكباش والتصلب بالسياسي على صعيد الشرق الأوسط وبنعرف كيف يفكروا الجمهوريين بينما إذا كملوا الديمقراطيين كمان لدينا نوع من النوع من بنفس السياسي يعني ما فيه تحدي بالجمهوريين فيه مونوع التحدي بالشرق الأوسط نعرف مواقفهم وبالديمقراطيين فيه عدم تحدي هلأ شو المصلحة لنحن وين رح نكون من حصة مين إذا طلعنا بالجمهوريين شو رح يصير وضع الرئاسي هنا لأنه بالنهاية مثل ما نبين الكل مثل ما عم بيحكوا بموضوع السوري هلأ نحن شغلة منيحة أنه نحن موجودين بالموضوع في فيينا صح ما عندنا رئيس بس في عندنا جبران يعني هاي شغلة خطوة فينا نقول أنه صرنا من الدول المكررة بالمنطقة لا عظيمة كتير منيح كتير منيح شو بدك هلأ أنت بسط ليك جتك البسمة بس قلنا جبران بسير لا مش جتني البسمة مش جتني البسمة أنه بس أنا اللي عم قولوا أنه أنه إذا ما رحنا بتقولوا ما تمثل لبنان زناح الوزير جبران بسير ما بيعجبكم لا أنا ما قلتش أنا بالعكس ما عجب فيه وعنده مواقف يعني بالنهاية عم بيصار ضدنا بالخط السياسي ما فيه شارة الواحد حر بس خلنا نكون موضوعيين موجود هنيك على الطاولة بلني هلأ مش بيقردتوا يعني طلبوا الدول مش بيقردتوا لا مش إنه مش هو راح وطحش بلني هيصار فيه كمان اتفاق الدول المجاورة موجود جيد وعن بيمارس الزرمان بس المشكلة إنه يعني شو الكلام اللي يعني قالوا أو الممكن يقوله الوزير جبران بسير مثلا بالاجتماع اللي جاي طب ما فيش موقف موحد بالحكومة اللبنانية بالمسلاة السورية الموقف بموقف يعني اللي عم بيقوله الرئيس الأسد ناس ما بدون يفل ناس بدون يدخل حزب الله ناس ما بدون ناس بدون يدخل تدخل سعودية ناس ما بدون تنبسط الأمور ناس بدون يدخل إيران ناس لا تنبسط الأمور أول شي تدخلنا تدخل حزب الله بسوريا ما قال يدخل يعني شو الموني أنا عمين بدي مون بقال له لا يا خي ما قال يدخل صارت هيك القصة ما بقى حدر يطلع يعمل لي بيانات على هالقصة دولة اللبنانية دولة اللبنانية رحل لك وجبران باسيلة عم بيعمل جيد بهالموضوع عم بيطلع يحكي عن موضوع الموجودين لأنه هايدي كارثة تانية كارثة تانية على اللبنانيين ما فيهم يعني نحنا شغلتنا نتحمل العالم عندنا الفلسطينيين 500 ألف شخص وعندنا مليون السوري كتر خيرهم وهيدي لازم يعمل فيها معركة بتركيا وبالأردن عطوهم ملايين من الدعم عنا بالقرش بعدها عم بيزجزجونا ما بعرف ليش هالتصرف معنا يعني فعلا في كأنه متنقمي على هالبلد الصغير هيدا من المجتمع الدولي بس بيطلعوا بيانات وبيحكوا وشغلة تانية ما بيعملوا شي هلا من هون يعني وجودنا أكيد وجودنا على الطاولة بيفياننا شغلة كبيرة بنعرف شو عم بصير بس أكيد بالنهية القرار مثل ما عم بقلك بموضوع الرئاسي شغلة عويصة صارت وصارت بهيك بتكتل كبير من هالدول وصاروا عم بيتأزفونها صار موضوع الرئاسي لأسف شديد بس كمي أنا واقعي لا في قرار عنا بموضوع الرئاسي ولا في شيء أزم كاملين هيك ما في قرار أصلا مواصفات فرطت مواصفات فرطت دحكة عن ناس مواصفات أنت مذكر كم فيه مواصفات حتى وقته الوزير بفعور لا يا عمي بوزير الباطريارك صفير قال لأ وجهه للخير أنا قال أنه لازم يكون شاب ومتعلم وقته وهي دي عطيت نفس أنه شاب متعلم مثلا أنا فتش يا خي وين في نحنا وين في واحد شاب متعلم بالطايف المرومية طالع عنا كتير وهي شغلة كبيرة بس من هي مرفوضين لا لازم يكونوا من مجتمع معين بس أنه مسألة هاي المواصفات يعني أنه مضحكة بني هاي المواصفات موجودة بالدستور بس كمان في شغل يعني بمسألة رئاسة الجمهورية طيب ما عنده للبنانية يعني القدرة برأيك بقى على اتخاذ هكذا القرار لا يعني اليوم حزب الله والطيار وطني الحرب ونحنا بدنا رئيس قوي إذا في رئيس قوي بننزل على البرلمان ما في مسيحي باللبنان راح ينتقدوني عليها القصة ما بده رئيس قوي أنا جربت كل الرؤسة ما يعني هيدول الرؤسة التوافقيين ما علي هذا رأيي بيجي ما بيقدر يعني بده يسير الكل ومش بسات ميما يجي ميما يجي اليوم حتى لو اجي جنرال عون أو ميما اجي بالنهاية بده يجي يعني الفكرة ما جي اي شخص بالتوافق شو هي نحنا نطلبه قوي لأنه عارف باني هي هالشخص بده يجي على توافق عام ما فيه بالتحدي ما راح يجي رئيس يعني جنرال عون ما راح يوصل بالتحدي ولا حدا اخر بالتحدي ودكتور جارجا مرأي ونحنا جربنا ليش عمنا نحنا جربنا بالتحدي نجي برئيس ما مش لحال ما نقصم البلد حتى الاولوية الاقليمية والاولوية الدولية ما لنا بقى للبنان ما هالا عم نقوله وثاني مش اكثر مش للبنان وحتى الرئاسة بلبنان هلا اذا طلعنا بالتحاليل فيني اطلع اقول بيجي مثلا اذا زميلنا من حقيقي نور سيحلي اذا طالع عندك بحلقة بيجي بيفرشيك المنطقة انه كلها ايران هي عم تنتصر بيجي انا كشخص كشخص عندي رؤية اخرى بقول انا الامريكان عم بينتصروا بالمنطقة ما هل في وجهتين نظر يعني وكيف ما تحلل حدا بيطلع ربحانه وحدا ما احق بهالقصة فيني اقول مثلا سعودية متورطة باليمن فيني اقول السعودية ربحانة باليمن فيني اقول الايرانيين ربحانين بسوريا فيني اقول الايرانيين خسرانين بسوريا ما هادي يعني هادي قصة رأي وبالنهاية قدما المعركة كبيرة وينما كان بالمنطقة بطل حدا يعرف شي من هيك علامة استفهام كبيرة على موضوع متعلق بالرئيسة عنا من هيك انا عم بروح على الامور البسيطة وعم بتمنى على الجميع تلعوا بكم قرار رايحوا العالم بس لا اكتر ولا اه طب كمان في دور سعودي يعني يحكي عنه وانه يعني لن تستقيم الامور في لبنان حتى تتفق المملكة العربية السعودية وايران بس بطلوا انا حسب رأي بطلوا هن اتنين بيقرروا صار فيه لعبين صار فيه بس الروس اجوا بكل يعني لشو جايين بس طي يحفظوا هالمنطقة الساحلية بشك انا لا عم بيقولوا عم بيحكوا عن هدفين واضحين شو هنه يعني بيقولوا اول شي احنا جايين لنضرب الارهاب وشغل التاني بيقولوا جايين لنحافظ على الرئيس بشار الاسد بس يوم بيقولوا هاك ويوم بيقولوا نحنا تمسكنا مش حتمي بالرئيس بشار الاسد يوم بيقولوا شي كمان برجعلك على الصحف التركية بتمسك اليوم بالأتراك بيقولك كذا تحليل الروس شو بدون بدون يحافظوا على بشار الاسد كشخص بدون يحافظوا على الجيش كمؤسسة جيش السوري بدون يحافظوا على النظام كنظام دون بشار الاسد يعني فيه عدة حلول حتى عند الروس وهن مبين هون تعود بيحثوا معنا لكن السبات الوحيد انه النظام بعده بقي مبين بعده النظام بقي ومحافظوا على وضعه صحف حوامون للنظام وصار في دعم لوجيستي غير شكل ورغم كل ذلك ما حدا نعم بيربح رجعنا على أيام الحرب التقليدية اللي كل واحد بيضرب بالآخر على الأرض الروس لم يأتوا بقوات برية للقتال على الأرض اللي عم بيأتوا على الأرض بعده هن نزاتهم ما تبقى بالجيش السوري وحزب الله والإيرانيين وقوات عراقية كمان وإذا نزلوا على الأرض الروس يعني خساراتهم بتصير عديدة مثل موضوع أفغانستان ما بدنا نفوت بأمور صارت العالم حفظتها أكتر منها من هيك أنا بشوف في غموض على موضوع الرئيسي وما في حدا في حركة بوقفي ناطرين فيتين بيكوما الرئيسي عظيم طيب لا فينا ناخد قرار على خصوص على صعيد مجلس وزراء لا بدنا ناخد قرارات على موضوع بدنا مش عم فيه ياخد قرار رئيس رئيس بدوا يفعلها مبارك بدوا يليه إحد كيف بدوا يفعلها خي فيه رئيس بري موجود ما تقال لرئيس بري ما عم يكون إلى جانبه لدوت الرئيس تمام سلام بس كمان رئيس بري ما تدعي لجلسات ما فيها توافق طيب والرئيس بري وعم يقول لك أنا بدي أعمل جلسة يعني ما ما بدنا نفوت بالتناقض العام أنا أزال بدي عم obstacles الرئيس بري من دوم ما يكون ما هل على يقول لك ما هي للمح لمحله ما يسميها المثاقية المثاقية لمحله طيب المثاقية ما بتمشي بتمشي عدم مثاقية بمجلس وظراء تمشي و و مثاقيا بمجلس أو عدم مثاقيا بمجلس النواب يعني ما في يا الكل أنا بطبئ المبدأ العام على الكل يعني ما في مبدأ فأزان أنا عم بشتغل كلها على مزاج وحسب من هيك أنا عمل لك هلأ يعني عمليا مجلس النواب إذا عمل هالجالسة راح تكون الجالسة الوحيدة يتيمة هادي هي هادي إذا صارت هادي إذا صارت لا هلأ بعضنا ما بعرف يعني أنا فيش اجتماع تاني لهاية مكتب المجلس هاي قلت المكتب عمي الدورة حطت هالجدول وانتهينا بهالجدول والجدول مثل ما قلتلك يعني أمور حياتية ما كانت موجودة مثلا موضوع أنه الأجرات حط هنا بره في موضوع مثلا سلامة الغداء شي مضحك ليش أنا سلامة الغداء أنا كيف طبق سلامة الغداء ومياهي راح تصير ملوسة كلها ما هي بتعرف مبدأ سلامة الغداء أنه أنت بتتابع المأكلات من مصدرها يعني مثلا تفاحة بلحق الشجرة ها والمزارع بشوف الأرض ليك ملا شغلة شو بتشرب وشو كذا شو بتشرب وشو المواد الكيميائية بتحط لها وشامس مين بدي أعملها يا مين بدي أعملها بس بدي أعرف وزارة الاقتصاد يعني بهالقوة الزيتية وبنشاط معالي الوزير عم بيقوم بيدورها يعني بالزور عم بيقوم بدأنا نحن نروح هون بالنهية كل الرائبات اللي عم بتصيرها عم بتكون من المؤسسات في مؤسسات تحترم نفسها عم بتعمل رائبة زيتية على حالها كمان مرة جديدة بدي أرجع أن تقل لزوء مصبح يبدو أنه أصحاب الشاحنات قرروا يصعدوا وقرروا أنه يقطعوا الطريق بمنطقة زوء مصبح خلينا نرجع لزمينتنا منال خليل نشوف ماذا استجدى هناك فضلي منال بسام يعني نحن موجودين بعضنا على أوتوسترات زوء مصبح يبدو أنه المعتصمين قرروا التصعيد قبل شوي سمعنا بيانهم كانوا عم بيحذروا فيه المسؤولين إذا ما تم الاستجابة لمطالبهم رح يعمدوا للتصعيد ويبدو أنه أولى مفعيل التصعيد بلشت هن سكروا مسلك واحد من الطريق يلي بتودى من زوء مصبح باتجاه جعيطة هلأ في مفاوضات بين المتظاهرين والقوى الأمنية لتسهيل شؤون السير شو اللي صار شو اللي صار هلأ تحديدا كنتوا أول شي عم تقروا بيان وكان باتجاه يعني عم طالبوا يعني لكن لكن تستجبتنا ساعة خمسة وقفين على الطريق ما حلا سأل عنا هنبلش نساعد شوية شوية تدريجيا برقة حرة بحس وبيسأل عنا بقلنا لا على الطريق لا وقفين شو مطالبكم بس يسألوا عنا شو قالوا لكم قبل بمرة سأليه هو بيعرف نفس لو اتشغلونا نهار وجو وقفونا طيب هلأ يعني إزا هلأ إزا عطلتوا أمور المواطنين رح تمنى الاستجابة برأيكم للمطالب يبعتونا على الشغل وكل العنب تسهل أموره وإلا محد رح تسهل أموره ولكن الكوى الأمنية كانت عم تتفاوض معكم إنه يعني سلكوا الطرق القانونية ورسلوا كتاب للمحافظ كيف حال بيتظاهر يعني ما بتظاهرك سكرين على آخر ما نمسكرين هلأ شو ناويين تعملوا؟ هلأ ملاشنا نساعد شو شو رح نفجقون شو شو زيدي يعني يعني يحرروا الرخص من الجوارية هلأ يا رمض هاي مدفوع لأيه مصاري الرخص مدفوع لأيه مصاري عبوابهم عبواب الإيادات تحت ببعبدة عبوابهم هاي عم تدفعوا سعر الرخص؟ 15,000 و 16,000 و 18,000 فردونا هن على قليلة هن عبوابهم هاوس ماصر عبوابهم تحت ما بيعرفوهم يردونا مصرياتنا ما بدنا شي من روح بيوتنا كل واحد حيتت 20,000 دولار و 18,000 دولار أنا واحد منهم وفي كل من خليواحد يقول لا يعني يبشون عليهم يردونا مصرياتنا يستعبرونا طلباتنا اللي عملناهم وقدمناهم هني طلبوهم بس هم يعني هاي دي هي الصورة هاي دي هي الصورة هلأ بيزوء مصرح نرجع لكم لأيه جديد شكرا لأيه كمانا في يعني عم نسمع هلأ كمان كلام من أحد الأشخاص عم بيقول إنه دفعوا 15 و 16,000 دولار رحت يحصلوا على الرخصة على الرخصة هاي دي أمور كتير حتى في ناس عم تقول بتدفع على إشي كتير يعني لتعملها حتى برخص البناء برخص البناء برخص البناء لأ بهاي كمان يعني كل شي في رخص كل شي في شخص بيواجهك يعني هو بدو يمضي لك بس حتى بيقوله مثلا في ناس بتقول لك إنه بدو يفوت عمؤسسات الدولة بدو ينجح بالجيش بدو ينجح بقوة الأمل بدو ينجح بمحل حتى كمان في دفع بدو يفوت على الحربية حتى عم بيقوله كمان في ناس في ناس بياخدوا من المصاري بالقوة الأمنية هادي وهادي كانت شغلة خطيرة بالعسكر يعني خاصة بس عم يبتزوا العالم بالنهاية وهي دي كارسة عمل لك بالنهاية يعني بدك تبلش من محل أكيد اليوم أنا ما فيني حمل تنرجع على الشخص المسؤول بالبلد ما رح أقول أنا تمام سلام هو الشخص الوحيد المسؤول في ناس وما فيني حامله أنا كل فساد لسنين المضيت يعني بكون أنا كمان عم بتجاوز المنطق بالبلد بس فيه واقع بدي أعمل شي ما بعرف كيف فيه طاولة حوار اجتمعه عم بيروح على طاولة حوار عم بيحكوا شي تاني يعني بالنهاية يعني بدي صل بالموضوع بدي خلص البلد بدي بلش من محل يعني تعرف شو صار يعني صار مطالب من موضوع مكافحة الفساد صار مانو شي شاغلي روتيني خلص لي بدي بلش من محل بدي بلش من محل وين المحل الأساسي قرروا وبالنهاية ما فيك تكافح الفساد كله هده جر جر بدك قضاء كمان هوني بدك القضاء يتحرك بدك القضاء يتابع الملفات يحو الرئيس علي إبراهيم رئيس علي إبراهيم عم بيفتح الملفات عم بيعمل قد ما بيقدر قد ما بيقدر ليش المحلات هالي فيه توافق بيوصل لعنده الملف ما فيه توافق ما رح يستجوبه وما رح يستدعي وما رح يعمل شي مش لانه هو ما بده لا أكيد هو بده هو بده هو بده يعمل وإنا بحييه بس بالنهاية فيه حطان في حماية يعني فيه حطان مسدودة في شي مسدود عم بيوصل مبقه فيك في حماية وعدا وماني مؤمن في الحماية أنا المذهبية هاي دي كذبة كبيرة بالسياسة عم بتكون الحماية بالسياسة ما انا بالمذهب منا بالمذهب أبدا والكافاءة لو نشتغل عليها بموضوع المذهب فيه عنا كافؤين كتار فيهم يوصلوا وغير فاسدين بس بالنهاية خلاص بس واحد عم بيفوت على الإدارة عم بيدي بيطلع دغري وين رح يصير وش رح يكون عنده أملكه نحكي مذهبيا نحكي سنيا نحكي شيعيا نحكي مسيحيا يعني ما كمان نحكي درزيا لو على طريق الفساد مثلا اليوم موضوع الشاحنات هيدو المعروفين أنه مسيحية كلهم بس وين الفرقاء المسيحية شو بعمل بجي بحولها بقول لا شوفرية مسيحية ضد شوفرية شو حقيقة هذا الأمر شو حقيقة عم يحصل مع هالسائقين مع شوفرية الكاميوني مظبوط اللي عم بيقولوه مش مظبوط الدولي عندها حق بهالموضوع ما عنده حق بهالموضوع ما حالا بيتدخل إلى جنبه ما حالا بيشوف شو قضيتهم ليش لأنه في مرجع في مرجعية في وزارة داخلية بدوا يحاولوا حاولهم بيان حاولين كذا مرة مع أنه وزير داخلية الحالة يعني أبضاي وديوصل لنتيجة وبس بدوا ياخد قرار بياخد قرار لها منحيي كمان بدك تستقبلوا في وزارة منحييون مش كلهم متحييون هاللي عم بيعمل شي أنا معهم حتى لو كان ضد بسياسة بدي أعمل شي أنت تفجأت لأنه بموضوع جبران باسيل كلنا منحيي للوزير ليش فيه واقع معين واحد عم بينتوج عم بيعمل شي بينما من ناحية تانية هيدول عم بيطلطوا وراء وزارة كمان شي بيبك السيد ساجة طورساركيسيان بدي أشكر مشاركتك معنا اليوم بنهاركم سعيد أهلا وسهلا فيكم بشكرك لأهلاك وللأبيسي أهلا وسهلا ومشاهدينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة